افهم الدنيا عندنا يقين أننا نلقى الله اللي عنده يقين أنه بي ألقى الله والله ما يتحسف على هدار اللي يروح ما يشوف شر واللي يجي الله يحييه ولا تتحسر إلا على طاعة ولا تحسد أحدا إلا في طاعة لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال هذا يقرأه وهذا ينفقه في الحق هؤلاء الذين يغبطون أما ما سواه فما في الدنيا فقد لعن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم لابد نفهم الدنيا أحبابي ومن فهم الدنيا أن لا نرفط أبناءنا بها كثيرا بعض الآباء والعمهات أخطأ يقول ونبوك افطل لنفسك أم من مستقبلك أكبر كذبة صدقناها وصدقها أبناؤنا أن المستقبل فوق الأرض والله حسرات المستقبل فوق الأرض يا أحبابي والله لو كان فوق الأرض إذن اللي مالوقع وظيفة ضائع في النار والله لو أن الذي لم يتوظف في النار نقول نعم ضاع مستقبله يا أحبابي المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير المستقبل يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت الدنيا جسر قنطرة تنتقل بها إلى العالم الآخر العالم الأخير الدنيا هذه دار له دار اللعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقة لو كانوا يعلمون موسيقى